اشتركوا في القناة سوريا بعد كده السؤال التاني هيبقى اظهر الاسكندر الاكبر فوق العسكري بعد دولي الحكم خلال اعادة توحيد البلاد اليونانية صح وغلط نجح الاسكندر الاكبر في توحيد كل بلاد الاغريق بعد وفاة ابيه هاجم الاسكندر الفرس في مصر بريا وبحريا تعرف المصريون على بعض ملامح الحضارة الاغريقية قبل مجيء الاسكندر لمصر صح انتهى الاحتلال الاجنبي لمصر بدخول الاسكندر المقدوني صح مرت بلاد الاغريق بحالة من الاضطراب وعدم وجود الاستقرار بعد وفاة الملك في ليبي مقدوني صح مثل البحر الاحمر اهمية كبرى للاسكندر الاكبر غلط البحر المتوسط كان الهدف من بناء مدينة الاسكندر مدينة الاسكندرية التقرب من المصريين غلط حصل الاسكندر الاكبر على بعض القاب ملوك الفرعينة في مصر صح قبل ان يتجه الاسكندر لفتوحاته الخارجية امن اوضاعه الداخلية في بلاد الاغريق صح انشغال الاسكندر بالفتوحات العسكرية اثر بالسلب على اهتمام نشر الحضارة غلط وحد الملك في ليبي المقدوني اقاليم مقدونية عام 338 قبل الميلاد صح استقل من سرينوك ودماء من حكم الفرس لهم صح لقب الاسكندر الاكبر بابن الاله امون صح لما ظهر معبد امون في سيوان وقعت مصر تحت سيطارة الرومان قبل مدين الاسكندر الاكبر طبعا تبقى الفرس نشأ الاسكندر الاكبر في اقليم مقدونية بشمال بلاد اليونان اقام الاسكندر الاكبر مدينة الاسكندرية اللي تكون المركز لنشر الحضارة الاغريقية السؤال الاول بتفسر هيبقى طمعا لاستغلال خيراتها بعد كده اطلاق لقب اعظم الفاتحين على اسكندر الاكبر انه انتصر على الفرس في اكتر من موقعه واكتر من من بلد وانه غزى اجزاء العالم القديم بعد كده استيلاء الاسكندر الاكبر على مصر ليضمع لجيشه مصدر غني من الغزاء ترحيب المصريين بالاسكندر الاكبر انهما كرهوا حكم الفرس واعتقاد بان الاسكندر جاء ليحررهم من الاحتلال الفارسي اللي انتهك حرية الديانة المصرية وفرض عليهم الضرائب وكذلك انهما كانوا على معرفة بالحضارة الاغريقية او الاغريق او عادات الاغريق من الجنود المرتزقة الذين كانوا يعملون في مصر السؤال اللي بعده تأسيس الاسكندر لمدينة الاسكندرية اللي تكون عاصمة لدولته تحمل اسمه ومركز لنشر الحضارة الاغريقية في العالم وقاعدة حرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط لكسب ارضاء المصريين او محاولته محاولة الاسكندر الاكبر لارضاء المصريين مع النتاج من الترتبها على وفرة السروات وتعددها في مصر جعلها مطمع للغزام عمل الاغريق جنود مرتزقة في مصر قبل ما جاء الاسكندر الاكبر معرفة المصريين بعادات الاغريق زيارة الاسكندر الاكبر لمعبد الاله امون بواحد سيوة اظهار احترامه للديانة المصرية وان هو اطلق عليه لقب ابن الاله امون بعد كده مصر تحت حكم البطلمة منها الاعمال التي توصل عليها البطلمة لتنمية مجال الزراع في مصر معرق ادخال الادواء الجديدة في مجال الري من المنشآت المعمارية التي انشاءها البطلمة اثناء حكمه مطمع معبد الاله اورس اي من يلوف البطلمة السؤالية يعد نهاية عصره باصل من القوة من القوة بطلميوس الثالث من المظاهر التي تؤكد اعتزاز البطلمة عادتهم وتقاليدهم طبعا اقامة معاهد الجامانيزيوم السؤال اللي بعده في احد ملوك البطلمة بدأ في عهده الضعف هيبقى بطلميوس الرابع يدول بناء معبد السربيوم على الاهتمام بالحضارة الهيلينيستية يؤكد احتكار الدولة البطلمية بعد الصناعات في مصر على فكرة الحكم المطلق انتهت دولة البطلمة في مصر مع نهاية حكم كليوبطرة السابعة اصغر لوحدات الادارية بمصر في العصر البطلمي كانت تسمى كوم يعني قرية من الصناعات التي احتكرها البطلمة في مصر الزيوت القيمة القيمة المستفادة من صورات المصرين ضد البطلمة مقاومة الاحتلال الواجب وطني يرجع الفضل في تقسيم الاصرات الفرعونية المعروفة لنا الى مانيتون اكتب ما تشير عليه كل عبارة من العبارات الهتية مدينة اقوامها البطلمة في مصر حملت اسما اغريقيا طبعا مدينة نقراطيس طبعا كانها فين حاليا في محفظة البحيرة حاليا دار للعلم يدرس فيها العديد من التخصصات المختلفة العلمية والأدبية طبعا جامعة الاسكندرية اول مكتبة حكومية عرفها العالم القديم وتعرضة التدمير عام 48 قبل الميلاد جامعة مكتبة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية معبد اقوام البطلمة في الاسكندرية المعبود سرابيس اللي هو معبد السرابيوم بعد كده من هو لا بناء مرتفع في سؤال تانين بناء مرتفع بناء مرتفع يتألف من طوابق عديدة يستخدم في ارشاد الصفن في البحر طبعا منارة الاسكندرية واحنا قلنا ارتفاع كان بيوصل ليه 120 متر ومقسم الى سلاس طوابق من هو اسس دولة البطلمة في مصر بطلميوس الاول وضع اصول لعلم الهندسة اقليدس قسم تاريخ مصر القديمة الى 30 اسرة مانيتون امم من علماء جامعة الاسكندرية صاحب قانون الطف ارشميدس اسس مكتبة الاسكندرية بطلميوس الاول بعد كده السؤال اللي بعده بدأ في عهده بناء مانورة الاسكندرية قلنا بدأت في عهد بطلميوس الاول وانتهى بناءها في عهد بطلميوس التالت وكده تكون انتهت التدريبات والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة